بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حالكاني وحانكودو بدوننا آياد اللوغو مقاعداري آيات الساكينة أولا معناه آيادها حاسلونيدا آيادها نيوحي الليهين سامعين قونئة محايا ليوحي كسود ديجنو محمد عليه السلاة والسلام حيلي وكسوغنا حالدو آدي آدو آدكا اسلامار كانا مركو إله سبحانه وتعالى كسود جي أي قلوبتي سوى حاسي شيء سلم مركان إله سبحانه وتعالى وككحيه وحياله ومركا دريمه أن علمات الإسلام كانا ويتجابيا آيادها وآيادها حاسلونيدا ما آيات الساكينة وحين حقي الجن آيادها إليه سامين قفك أساقو إله آمن سن سبحانه وتعالى أن كون حيرا رميسن إنو إله سبحانه وتعالى يهي ميتكا حاسلونيدا بحيه إنه ينفع دونان حدبا آيادها وأنكو آخرين دون عدكيغا آيان جعلها إنه ولاله اللو داقو إله سبحانه وتعالى أنو حنكبر إياه إن أكو أنفع ملو البا أي أمدها مسلمين تأه إجوغان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل سكينته في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما إلايه سبحانه وتعالى أعوذ بالله من المسلمين أعيذها قرآن كريم أعيذها لغمك أعيذها حسلون إذا إلايه سبحانه وتعالى لبعطة ذهكا قادو قف قسطو لبعطة إسطا إلايه سبحانه وتعالى ولولكي والبهار كانا قهيو أعيذها يدومة سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته